نكمل الحرة الليلة من إسرائيل وفي أعقاب إعلان الاتلاف الحكومي عزمه وحل البرلمان تصوت الهيئة العامة للكنيسة مساء غد بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة على أن تجرى انتخابات جديدة بعد نحو أربعة أشهر وتجري محاولات من قبل المعارضة لتشكيل حكومة بديلة خلال الكنيسة الحالي والحيلولة دون الذهاب إلى انتخابات وزير المالية أفكدور نيبرمن قال أنه يعتزم طرح مشروع قانون يمنع من قدمت بحقه لوائح اتهام يمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة في محاولة لمنع عودة نتنياهو إلى المشهد فإلى أين يتجه المشهد في إسرائيل بعد التوجه لحل البرلمان وما شكل الحكومة المقبلة وما تأثير التطورات الأخيرة على الجهود الأمريكية الرامية لإعادة الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيدا لحوان سياسي مشروع قانون حل الكنيسة سيطرح لتصويت النواب عليه بعد اتفاق رئيس الوزراء نفتالي بينت ورئيس الوزراء بالإنابة يائير لبيد على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قرار أعقب أزمة داخل مركبات الاتلاف الحكومي وفشلا في تمديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية قرار حل الكنيسة لم يكن سهلا لكننا اتخذنا القرار الصحيح لصالح إسرائيل هو أفضل من الدخول في فوضى قانونية عارمة الاتلاف الحكومي اختار أن يحل الكنيسة بنفسه ويقوم بتقديم موعد الانتخابات مع السعي إلى عدم إتاحة الفرصة للمعارضة بقيادة زعيم حزب الليكود لتشكيل حكومة بديلة فبن يمين تنياه لم يفوت الفرصة وسرعان ما تعهد بالعودة وتشكيل حكومة قوية من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة انتهت نحن سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة الليكود حكومة ستعتني بجميع مواطن إسرائيل بدون استثناء حكومة ستقوم بتخفيض الضرائب والأسعار وستقود إسرائيل إلى إنجازات هائلة بما في ذلك توسيع دائرة السلام كما فعلنا سابقا وزير المالية فيكدور ليبرمن وخلال مؤتمر يعقده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قال إن الهدف الأساسي هو منع عودة نتنياه إلى الحكم في الانتخابات المقبلة متهما إياه بعدم المسؤولية وبالتسبب في الأزمة السياسية لو أن نتنياه مهتم فعلا بدولة إسرائيل وبالمعسكر القومي وبحزبه لتنازل عن رئاسة ليكود وتنحى إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده وبحسب اتفاق التناوب فإن يائير لبيل سيكون رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية فيما سيصبح نفتالي بنت رئيس الحكومة البديل أزمة سياسية تتزامن مع تحديات أمنية وديبلوماسية أهمها الملف الإيراني وزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي خلال أسابيع حل الكنيسة يعيد إسرائيل إلى المربع الأول وقد يجرها إلى انتخابات هي الخامسة في غضون ثلاثة أعوام ويهيئ الأجواء لاستفافات وتحالفات سياسية جديدة خلال الفترة المقبلة محمد الصياد الحرة من مدينة القدس بالحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من تل أبيب سيد إرئيل بوتستاين عضو باللجنة المركزية لحزب الليكود وكذلك ينضم إلينا من مدينة الناصرة نظير مجلي خبير في الشؤون الإسرائيلية أهلا مرحبا بضيفية الكريمين أبدأ معك من تل أبيب سيد إرئيل يعني برأيك ما الذي قاد اليوم حكومة الاتلاف بقيادة نفتالي بنت وإلى جانبه إيل لبيد إلى هذا الخيار حل الكنيسة أولا لم يفاجأ أحد بسقوط الحكومة لأنه منذ البداية شكلت بين قوات أو قوات سياسية مختلفة تماما ومتعارضة مع بعضها البعض متدينة وعلمانية حتى حزب إسلامي يعارض الدولة اليهودية ما أدى إلى تشكيل هذه الحكومة هو شعور شخصي سلبي تجاه نتنياهو ولكن لا يمكن أن تقود السياسة فقط بناء على الكراهية والشعور السلبي لابد أن يكون لديك أمر آخر هذه الحكومة افتقرت إلى هذا الأمر الآخر كان هذا هو الحل الطبيعي بعد عام من هذه الحكومة سيكون لدينا انتخابات جديدة وهناك إمكانية لتشكيل جبهة إيجابية جديدة في إسرائيل سيد نظير كيف تنظر الأحزاب العربية إلى هذه الخطوة من جانب حكومة ائتلاف اليوم بحل الكنيسة وتداعياتها على فلسطيني الداخل طبعا الأحزاب العربية كل المجتمع ترى أن هذه الخطوة كانت ضرورية للخروج من المأزق السياسي العرب في إسرائيل مقصومون إلى قسمين جرب الشراكة مع الأحزاب اليهودية في حكومة واحدة لأول مرة في تاريخ إسرائيل وهذا الحزب يرى أن هذه الخطوة كانت مهمة مهمة من ناحية شرعية من ناحية الاعتراف بدور العرب وبالمناسبة نتنياه هو الذي بدأ بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه ولكنه لم يكمل فاقتنص الفرصة نفتالي بينت ويئير لبيد وتمكنه من دليل بالمقابل توجد في الوسط العربي قائمة مشتركة وهي في المعارضة وهي مؤلفة من أحزاب يسرية وقومية وهذه الأحزاب معادية للحكومة الحالية وترى أنها حكومة أسوأ من حكومات الليكود السابقة ولذلك لا تأسف عليها عندما تسقط ويوجد قوة ثالثة هي القوة الصامتة بين المواطنين العرب في إسرائيل الذين يؤيدون الاندماج للعرب في الدولة ومؤسساتها هؤلاء يرون أن هذه التجربة فشلت لعدة أسباب أولا تتعلق في المجتمع اليهودي الذي لا يتقبل العرب حتى الآن وتانيا تتعلق في العرب الذين يؤدون أداء سيئا في العمل السياسي وهؤلاء يريدون نوع من الشراكة تكون مبنية على أسس سليمة تفيد العرب في إسرائيل تفيد قضية السلام وتفيد دولة إسرائيل طيب أعود لك سيد أرئيل يعني في ظل كل ذلك هل يمكن التنبؤ بشكل الحكومة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار هنا ما قاله وزير المالية فيكدور ليبرمن عن مشروع قانون يمنع كل من وجهت إليه تهم بالفساد في أن يترشح أو يشكل حكومة مقبلة في إشارة بالتأكيد لبنمين نتنياهو تفضل أنا متأكد أن الأطراف التي تعارض نتنياهو شخصيا ليس على أساس إيديولوجي بس على أساس شعور سيء شخصي ضده وسيفعلون كل ما يستطيعون لمنعه من تشكيل الحكومة التالية ولكن يجب أن أذكركم أن إسرائيل دولة ديمقراطية وهناك انتخابات ديمقراطية حرة يشارك فيها الجميع بما فيها بنيمين نتنياهو وسيشارك نتنياهو في هذه اللعبة السياسية وأنا متأكد أن الليكود سيكون أكبر حزب يربح من هذه الانتخابات ونتنياهو سيكون رئيس الوزراء إسرائيلي القادم ولن يمر باعتقادك هذا القانون الذي دعا إليه نعم هذا القانون سيتم اقتراحه ولن يكون هناك أغلبية تدعم هذا الاقتراح ولكن لو قبل هناك إمكانية أخرى بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي يمكن أن تلغي هذا التشريع لأنه تشريع شخصي لا يمكن أن تشرع قانون بناء فقط على شخص واحد يريده في هذه الحالة يريد إقصائه وهو من يمين نتنياهو في هذه الحالة واضح سيد نظير ما تأثير ما يحصل ويجري اليوم في المشهد السياسي الإسرائيل على الجهود الأمريكية الرمية لإعادة الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيلين والعودة إلى طاولة الحوار وقبيل حتى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل للأسف هذه الحكومة منذ البداية أخذت قرارا وأصبح جزءا لا يتجزأ من برنامج الحكومة والخطوط العريضة التي تقوم عليها الحكومة وهو أن لا يتم التطرق إطلاقا إلى المفاوضات مع الفلسطينيين يعني جمدوا لديك صراع قومي يستنزف الشعبين يستنزف البلدين ويقررون لأول مرة بتاريخ الحروب والعلاقات الدولية أن يضعوهنا جانبا ولا يرحفوا فيه بالمرة باعتقادي أن هذه القضية انفجرت في نهاية المطاب في وجه الحكومة يعني هذا أحد الأخطاء الفاحشة للحكومة الموضوع الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انفجر في وجه هذه الحكومة وانعكسه بعدة صدامات في الأقصى في الشيخ جراح في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل عام كل هذا أدى إلى هذا الصراع الحاد ما بين اليمين المتطرف داخل الحكومة الذي لم يستطع تحمل هذا الموقف للحكومة ولم يستطع تحمل موقف العرب في داخل الحكومة الذي نواقفه ضد هذا فانفجر هذا الصراع بهذا الشكل وأعتقد أن جذور أزمة للحكومة مبنية على هذا الخلل حكومة نتنياهو بالمقابل لم تتقدم إلى الأمام في الموضوع الفلسطيني ولكنها لم تسمح لنفسها بأن تقطع أي صلة في الموضوع السياسي ولذلك الولايات المتحدة تواجهوا أزمة اليوم مع هذه الحكومة بسبب هذا الموقف من دون شك يأير لبيد مختلف عن نفتالي بنت في هذا المضوع ولديه رؤية أخرى أقرب إلى الرؤية الأمريكية من الممكن أن يحاول أن يفتح الباب أمام قضايا لا تثير خلافا حدا في الدولة وفي إسرائيل يعني من الممكن أن يتقدم مع الإدارة الأمريكية بخطوات إلى الأمام بشرط أن لا يفجر أزمة مع المستوطنين أو مع اليمين المتطرف وتوجد إمكانية للتقدم بهذا الشأن ليس جوهريا لن تأتي بحل جوهري ولكن على الأقل توعيد من جديد إحياء بعض الأمر نعم طيب بهذه النقطة تحديدا أعود لك سيد رئيلي هل تتفق بأن يائر لبيد إذا ما يعني كان رئيس الحكومة مرحلة المقبلة هل يمكن أن يكون بالفعل أقرب للرؤية الأمريكية الساعية لتقريب وجهة النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويذهب ربما بشكل أو بآخر إلى حوار سياسي ووضع أفضل مع الجانب الفلسطيني أنت على حق أنه قريب من الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة لأن لبيد يمثل الجزء اليساري من المجتمع السويد ولكن أغلبية إسرائيل ليست معه بل يعارضه ويجب أن تتذكر أيضا أن الحكومة الحالية في الشهور الثلاثة والأربعة القادمة ستكون حكومة انتقالية وبالتالي حسب القانون لا يمكن أن تتخذ خطوات سياسية ضخمة وبالتالي سيكون هناك جمود آخر لمدة ثلاثة أو أربعة شهر على الأقل وعندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل نتنياهو يمكننا أن نعود إلى الأمثلة الإيجابية لاتفاق إبراهيم نحن نتذكر أن هذا كان اختراق تحقق من قبل حكومة يمينية في إسرائيل يرعسها نتنياهو ورئيس جمهوري وهو رئيس ترامب نعم قام بكسر الجمود في العملية السياسية وأدى إلى جلب السلام بين إسرائيل وأربع دول عربية إضافية سيد إرائيل سريعا هذه الانتخابات انتمت بعد أربعة أشهر ستكون الانتخابات الخامسة خلال أربع سنوات ما مدى تأثير ذلك على الشارع الإسرائيلي وثقته بالعملية الانتخابية برمتها سريعا السؤال لي أليس كذلك؟ نعم أولا الإسرائيليون تعبوا من هذه الموجة موجة من خمسة انتخابات ولكن هذه هي الديمقراطية لا يوجد بديل آخر وأعتقد أن معظم الإسرائيليين سيشاركون مرة أخرى في العملية الانتخابية وسيتطلعون إلى نتيجة واضحة أمر لم يتحقق في الانتخابات الأربعة السابقة نتيجة واضحة أعتقد أن هناك فرص جيدة أنه في هذه الحالة سيكون هناك نصر واضح للمعسكر اليميني الإسرائيلي وهذا قد يجلب الكثير من الاستقرار للبلاد من تل أبيب سيد رئيل بولشتاين عضو باللجنة المركزية لحزب الليكوت شكرا لك وبالتأكيد من مدينة الناصرة نظير مجلي قبير في شؤون السياسية الإسرائيلية شكرا لكم شكرا لكم